يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوذِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ الحمد لله الحمد لله المتفرد بالعظمة والبقاء والدوام يُكوِّر الليل على النهار ويُكوِّن النهار على الليل ويُصرِّف الشهور والأعوام لا إله إلا هو الخلق خلقه والأمر أمره وتبارك ذو الجلال والإكرام أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره ولا علينا نعمه وتابع علينا آلاءه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قدر الأمور بإحكام وأجراها على أحسن نظام وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أفضل الرسل وسيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلِّم تسليمًا كثيرًا على الدوام الله ربي لا أريد سواه هل في الوجود حقيقةٌ إلاه الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيضٌ من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدًا في خلاياه والناس يعصونه جهرًا فيسترهم والعبد ينسى ورب ليس ينساه أما بعد فيا عباد الله أصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله في السر والعلن وذلوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويخفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا عباد الله أول القول حمدٌ جزيلٌ لله تعالى على نعمة رمضان التي أنعم بها علينا فسمن الشهر كاملا نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ما عمنا من الخير ويعفُ عنا ما تجاوزنا فيه حدودة عباد الله لم يدم رمضان بيننا طويلًا بل ارتحل عنا سريعًا ومعه أعمالنا صالحها وطالحها شاهدًا بها على أهلها لدى الخالق سبحانه وتعالى فمن أساء فإساءته كبيرة ومن أحسن عباد الله فلا يدري أقبل منه عمله أم رد عليه فليست العبرة عباد الله أن العامل عمل ولكن العبرة كيف عمل العامل فالله تعالى يقول ليبلوكم وأيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وأحسن العمل عباد الله أخلصه وأصوابه كما قال بعض الصالحين كان بعض الصالحين يقفون على أبواب وداع رمضان ومعالم الحزن على وجوههم بادية وعلى ألسنتهم ناطقة مع أنهم كانوا يجتهدون اجتهاداً كبيراً قد لا نستطيعه فهمهم الأكبر عباد الله في إتمام العمل وإتقانه ورجاء قبوله وخشية رده فقد روي عن سيدنا علي كرم الله وجاء ورضي عنه أنه كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان يقول يا ليت شعري من منا المقبول فنهنيه ومن منا المحروم فنعزيه وقال سيدنا فضال بن عبيد لأن أكون أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين وقال بعضهم أدركتهم أي السلف الصالح يجتهدون في العمل فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا ورأى سيدنا وهب قوماً يعبثون حراماً بعد رمضان فقال رضي الله عنه وأرضاه إن كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين وإن لم يتقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الخائفين عباد الله إن المداومة على العمل الصالح دليل العبودية الصادقة سواء كان ذلك العمل الصالح فرضاً أو نفلاً وهذا هو هدو سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقد أخرج الترمذي عن السيد عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملاً أثبته يعني جعله ثابتاً غير متروك وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى الله عليه وسلم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة وهذه دعوة إلى أهمية الاستمرال على العمل الصالح ولو كان قليلاً فقليل دائم خير من كثير منقطع كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله أدوى ما هو إن قل وكان للمداومة هذه المكانة عند الله عز وجل لما للعمل الصالح المداوم عليه من الآثار الطيبة على المسلم بحيث يبقى متصلاً بالعبادة ولعل الأجل يأتيه وهو فيه فيقبض على عمل صالح فمن مات على شيء بعث عليه فالصلاة عباد الله فالصلاة عباد الله لا تنهى عن الفحشاء والمنكر إلا بالمواظبة عليها فعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله إن فلاناً يصل الليل كله فإذا أصبح ذهب إلى السرقة قال صلى الله عليه وسلم سينهاه ما تقول أي ستنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر والتوبة عباد الله لا ينال صاحبها محبة الله عز وجل إلا إذا استمر التائب على التوبة قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين عباد الله مما لا شك فيه أن المداومة على العمل الصالح ثقيلة على النفس خاصة إذا هجم عليها صاحبها دون ترقٍ وتدرج لأن النفس تحب الرأفة والميل إلى الدعاء ولذلك كان على المسلم الذي يريد المواظبة على الطاعة أن يجاهد نفسه ويتدرج معها شيئاً فشيئاً حتى تألف العمل ويصبح لها سجية بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا عباد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه يا بلال حدثني بأرجى عملٍ عملته في الإسلام فإني سمعت خشفاً عليك بين يدي في الجنة فقال رضي الله عنه وأرضاه ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر في ساعة ليلٍ أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب لي أن أصلني فالمداومة من سيدنا بلال على هذا العمل جعله عنده أرجى أعماله عباد الله ما أحسن ما كان وما أقل ما خلف غصت في رمضان المساجد وكثر الراكع والساجد والباكي والتالي والذاكر والباذل ما له في الخير فما لهذا الجمع بدأ يتصدع ويقل في بيوت الله تعالى عباد الله لقد شكت بيوت الله هاته الأيام فراغها وقلة ارتيادها وشكت المصاحف هجرانها وضعف الإقبال عليها فأين ذلك الإقبال المشهود فأين ذلك الإقبال المشهود في رمضان فالثبات الثبات عباد الله فالثبات الثبات عباد الله وإياكم الفطور المؤدي إلى ترك ما وجب وفعل ما قد حرم الله فإن الله عليكم رقيب وهو على كل شيء شهيد بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بالذكر الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الحمد لله حمد الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله أجمعين ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى ورقبوه في كل زمانٍ ومكان واشكروه على أن وفقكم وأنعم عليكم بإكمال شهر الصوم والغفران وعليكم بمتابعة الإحسان ومن متابعة الإحسان بعد هذا الشهر الكريم سيام ستة أيامٍ من شوال فقد دعاكم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك ورغب فيه فقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن سيدنا أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الضهر وذلك عبادة الله لأن صيام شهر رمضان عن صيام عشرة أشهر وستة أيامٍ من شوال عن صيام شهرين فبذلك يحصل لمن صامها أجر صيام الضهر وها نحن عباد الله في هذه الأيام المباركات نتذكر ذكرى مباركة ونداوم على هذه الذكرى المباركة وهي ذكرى الثامن مايو التي جعلت الجزائر من هذا اليوم هو يوم الذاكرة لنتذكر تضحيات شهدائنا الأبرار والمجاهدين الأخيار الذين جاهدوا بالسيف والقلم عن هذه البلاد المباركة فعلينا عباد الله أن نتذكر هذه الأيام المباركات وعلينا أن نذكر أبناءنا ونذكر أنفسنا بهاته التضحيات العظيمة لأن لولا هذه التضحيات ما اجتمعنا في هذا المكان المبارك كما قال ربنا سبحانه وتعالى يصف هؤلاء الرجال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم فاستبشروا أيها الشهداء الأبرار إنكم بعتم أغلى ما عندكم ألا وهي الأنفس إلى الله سبحانه وتعالى فجازاكم الله سبحانه وتعالى بجنات النعيم هذا وأكثروا عباد الله من الصلاة والتسليم على شرب على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل لحظة وحين لأن الله سبحانه وتعالى صلى عليه في كلامه القديم فقال تعالى ولم يزل قائلاً عليما تنبيها لنا وتعليما وشريفاً لقدر نبيه وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين صل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملائي الأعلى إلى يوم الدين وارضى اللهم عن الأربعة الخلفاء مميزين بعده بالرعاية والولاية والاستفاء ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارضى اللهم عن الستة الباقين من العشرة وارضى اللهم عن البايع نبيك تحت الشجرة وارضى اللهم عن السبطين القمرين النيرين سيد أبي محمد الحسن وسيد أبي عبد الله الحسين وارضى اللهم عن أمهما فاطمة الزهرى وعن جدتهما خديجة الكبرى وعن عائشة أم المؤمنين وعن أزواج الرسول أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من يقين ما تهوين به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارثة منا واجعل ثأرنا على مظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ارحمنا في هذه الأيام المباركة فإنك راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والطبنا فيما جرت به المقادير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بده تفرقا سالما ومعصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا عندنا ببركة سيدنا محمد لا شقيا ولا محروما اللهم يفالق الحب والنوى أعطي لكل امرئ مننا ما نوى وفوق ما نوى يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين فضمن قلته أمرنا واجعل له البطانة الصالح التي تعينه إذا ذكر وتذكر إذا نسي وحقق رجاء الصالحين في هذه البلاد المباركة وحقق رجاء المجاهدين والشهداء في هذه البلاد المباركة واجعلنا على الأمانة آمنين واجعلنا على الأمانة واقفين امتثالا لأمانة الشهداء الأبرار اللهم جازيهم عنا أفضل الجزاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلهم في مقام صدق عندك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذوا الأعداء كأعداء الدين اللهم عليك بالكفار والمنافقين اللهم رمي الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين غالمين اللهم انصر إخوانا للمسلمين المصدعفين في كل مكان في قدس الشريفة اللهم انصرهم على أعدائهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أرن فيهم عدلك عن قريب اللهم أرن فيهم عدلك عن قريب وَرُدَّ إِلَيْكَ الْمُسْلِمِينَ رَدًّا جَمِيلًا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُوبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا اخْفِلْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِنْ إِمَانَ ولا تجعل في قلوبنا غلّا للذين آمنوا ربنا إنك رأوف رحيم عباد الله إن الله يامر بالعد والإسان وإيتاء ذي القربى وينعن الفعشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكره على نعمه يزيدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اشتركوا في القناة